السلام عليكم متابعي وعشاقي قناة كورافوت مرحبا بكم في فيديو جديد تمر كرة القدم المغربية من فترة ازدهار كبيرة في السنوات الأخيرة لعل إنجازها تاريخي الذي سيظل محفورا في أذهان عشاقي كرة القدم ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر بجانب الإنجاز الباهري للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الصيفية بحصد الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ المنتخب المغربي هذه الإنجازات السالفة الذكرى تضع الناخب الوطني أمام خيارين وهما الاستعانة ببعض نجوم المنتخب الأول وإضافة العناصر الأولمبية لخلق منتخب جديد قادر على المنافسة بشراسة على الألقاب المستقبلية من بينها اللقب الأعظم في القرة السمراء ألا وهو كأس أمم إفريقيا 2025 الذي سيقام على الأراضي المغربية ويستعد المنتخب الوطني لهذا العرس الفريد من نوعه بمواجهة الجابون ولسوتو في شهر سبتمبر القادم في السادس والتاسع من ذات الشهر وفي هذا السياق يسعى المدير الفني للمنتخب المغربي للإعلان عن قائمته الجديدة المعنية بخوض التصفيات المؤهلة للمحفل الإفريقي ونحن بدورنا قررنا أن نقربكم إلى اللائحة المتوقعة للناخب الوطني في سبتمبر قبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا في حراسة المرمى من المراكز التي لا يختلف عليها كثيرا المتتبعين فالأمور شبه واضحة فالناخب الوطني يضع ثقته الكبيرة في الثنائي ياسين بونو الذي يصنف من بين أفضل حراس المرمى على المستوى العالمي بالإضافة إلى حارس المنتخب الأولمبي منير المحمدي المشارك في دورة الألعاب الصيفية والذي أبهر الجميع بتصدياته الموفقة وإنقاذه شباك المغاربة في الكثير من الفرص السانحة للتسجيل ونحن بدورنا قررنا أن نقربكم إلى اللائحة المتوقعة للناخب الوطني في سبتمبر في خط الدفاع يعاني المدير الفني للمنتخب المغربي الأمرين في هذا المركز بسبب فقدان التنافسية لأغلب ركائز الفريق حيث غاب صخرة دفاع فريق ويست هام يونيتد نايف أكرد عن المواجهة الأولى لفريقه في الدوري الإنجليزي كما غاب صخرة دفاع كريستال بالاس شادي رياض وتواجد في كرسي الاحتياط ومع ذلك لا يمتلك الناخب الوطني خيارات كثيرة لتمثيل هذا المركز إلا في هذا الثنائي الذي يمتلك خبرة عريضة في الملاعب الرياضية ومن المحتمل جدا تواجدهم في قائمة المنتخب المغربي القادمة ومن المتوقع أيضا تواجد عبد الكبير عبقار الذي افتتح مبارياته في الموسم الحالي بصورة متواضعة نال من خلالها تقييما سلبيا في المنصات الرياضية ويتجل الاسم الرابع في قلوب الدفاع بنجم الوداد سابقا أشرف داري الذي فشل في فرد نفسه داخل فريقه الفرنسي ومن المحتمل أيضا أن يتواجد ظهير الفريق البريسي أشرف حكيمي الذي بصم على حضور قوي في دورة الألعاب الأولمبية وقاد الفريق لتحقيق الميدالية البرونزية ومن المرجح أيضا عودة نصير مزراوي إلى القائمة بعد البداية القوية له في الملاعب الإنجليزية وفوزه بأغلب الصرعات الأرضية والهوائية التي خاضها ودقة تمريراته العالية التي تكاد لا تعرف الخطأ وهناك اسم آخر قد يتواجد في القائمة ويتجل في ظهير فريق بيراميدز محمد الشيبي الذي يعد كأفضل اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة المصرية كما يتوقع أيضا تواجد يحيى عطية الله المنتقل حديثا إلى الفريق الأعظم في القارة الإفريقية النادي الأهلي وربما يتواجد في القائمة ظهير الفريق البافاري آدم أزنو الذي بصم على مستوى مميز في الفترة التحضيرية وسيكون حلا لمعضلة الظهير الأيسر في الجانب المغربي وربما يكون اسم زكرياء الواحد في قائمة المغرب لشهر سبتمبر بعد المستويات المميزة له مع المنتخب المغربي في أولمبياد باريس في خط الوسط من المحتمل أن يتشكل خط وسط ميدان المنتخب الوطني من سفيان أمرابط العائد بقوة في الفترة الماضية وقدم مباراة جيدة مع فريق فيورنتينا كما تشير التوقعات إلى إمكانية تواجد لاعب المنتخب الأولمبي أسامة ترغالين الذي قدم بطولة تاريخية في فرنسا وقاد الفريق الوطني لتحقيق الميدالية البرونزية بفضل مستوياته الجيدة في افتكاك الكرات وفوزه بالصراعات نهيك عن صناعة اللعب في وسط الملعب ودقة تمريراته العالية والاسم الثالث المتوقع أن يزين خط الوسط فهو أمير ريتشارد سون الذي انتقل حديثا إلى صفوف فيولا بعد عروضه القوية في المحفل العالمي بفرنسا ومن المتوقع أيضا تواجد عز الدين أوناحي على غرار مستواه الخرافي في آخر مباراة له مع الفريق الوطني إلا أن إمكانياته لم تقنع مدرب فريق مارسيليا وعلى ما يبدو فإن اللاعب خارج حساباته وربما قد يتواجد بلال الخنوس اللاعب الذي بصم على مستوى ملفت للغاية في الأولمبياد الصيفية وهناك احتمال كبير في تواجد إبراهيم دياز اللاعب الذي يعاني من صعوبة في حجز مكان أساسي داخل كتيبة العملاق المدريدي وربما قد ينضاف إليهم اللاعب المتألق في فرنسا خليل فياض المرشح الأبرز لدخول قائمة الناخب الوطني الجديدة في خط الهجوم من المتوقع أن يشهد خط الهجوم منافسة كبيرة بين العناصر المغربية التي تنشط في أعتى الأندية العالمية لا سيما بعد بروز أسماء جديدة قادرة على قلب موازين هجوم المنتخب المغربي مستقبلا وقد يضم هذا العنصر مهاجم في ريال الإسباني إلياس أخوماش المتألق بشدة في صفوف الفريق الأولمبي بجانب حكيم زياش الذي ظهر بصورة طيبة في آخر مواجهة لفريقه بدوري أبطال أوروبا وقد يضم خط الهجوم اسم جديد متألق في الملاعب الهولندية ويتعلق الأمر بسهيب الدريوش الذي سجل هدفا في آخر مواجهة لفريقه بالدوري المحلي وصاحب التمريرة الحاسمة في السوبر ومن المحتمل أيضا تواجد عبدول الصمد الزلزولي الذي فرض نفسه بقوة في أولمبياد باريس كما قد تضم القائمة أمين عدلي مهاجم باير ليفركوز الذي حقق لقب السوبر مع فريقه وكذلك سفيان رحيمي سفاح الملاعب العالمية وهداف الأولمبياد وهناك احتمال مهم في تواجد هداف المؤتمر الأوروبي أيوب الكعبي بجانبه يوسف انصيري مفتتحا لسجله التهديفي مع فريقه التركي والاسم الأخير المرشح لقيادة خط الهجوم فيتجلف المنتقل حديثا إلى البرتغال أمين الوزاني الذي قدم أوراقه بصورة قوية في الموسم الجديد وسجل ثلاثة أهداف لحدود الساعة جدير بالذكر أن هناك احتمال في غياب العديد من العناصر المهمة بسبب الإصابة يتقدمها إلياس بن صغير الذي تعرض لإصابة مع فريق موناكو بالإضافة إلى أسامة العزوزي المصاب منذ أولمبياد باريس ثم إسماعيل الصيباري الذي تعرض بدوره لإصابة مع فريقه وفي الجهة الموازية من المتوقع غياب القائد غانم سايس لداعي نقص التنافسية إذا أعجبك الفيديو لقناة كورافوت لا تنسى أن تترك لنا تعليقا أسفل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة